قصة الأميرة الحسناء جلست الملكة على كرسي فخم بجوار الشباك وفي يدها إبرتها الذهبية تطرز بها ثوبا من الحرير النفيس وتزينه بالخيوط الملونة وترسم بهذه الخيوط أنواعا من الأزهار والرياحين وكان الوقت شتاءا والثلج يتساقط كالقطن المندف ويغطي الأرض ويكسل الحديقة ثيابا ناصعة البيار وفجأة شكت الإبرة إصبع الملكة فنزلت ثلاث نقط من الدم لإصبع الملكة فوق الثلج المتجمع على حاجز الشباك لما رأت الملكة الدم الأحمر على الثلج الأبيض نسيت ألم الشكة وتمنت أن يكون لها ولد أبيض كالثلج أحمر الدم أسود الشعري ثم مرت الأيام وولدت الملكة طفلة جميلة بيضاء كالثلج الناصعة حمراء الدم القاني سوداء الشعري فسمتها سنو وايت أي البيضاء كالثلج بعد أن وضعت الملكة هذه الطفلة مرضت مرضا شديدا ولم يستطع الأطباء علاجها ولم ينجح في شفائها فماتت حزن الملك أشد الحزن لموت زوجته الأمينة وأصبح وحيدا كما أصبحت ابنته الطفلة سنو وايت بلا أم تحن عليها وتحبها وتربيها فاضطر الملك أن يتزوج مرة أخرى غير أنه لم يفكر إلا في الجمال فاختار زوجة جميلة لكنها كانت متكبرة ومغرورة تحب نفسها ولا تحب أن يكون لها في الدنيا أحد أجمل منها وكانت عند هذه الملكة الجديدة مرآة سحرية تنظر فيها وتسألها يا مرآة الصغيرة هل في البلاد أحد أجمل مني فتجيبها المرآة سيدتي الملكة أنت أجمل سيدة في البلاد جميعها فكانت الملكة تسر بهذا الجواب ويملأ نفسها الغرور لأنها تعرف أن المرآة السحرية لا تقول إلا الحق وكبرت سنو وايت وزاد جمالها ولما بلغت السابعة من عمرها كانت أجمل من الملكة المتكبرة زوجة أبيها وذات يوم سألت الملكة مرآتها السحرية مرآتي مرآتي الصغيرة هل في البلاد كلها منها من هي أجمل مني فأجابتها المرآة سيدتي الملكة أنت جميلة حقا ولكن سنو وايت أجمل منك تغير وجه الملكة حينما سمعت هذا الجواب وغضبت غضبا شديدا وامتلأ قلبها بالغيرة والحسد والغير وكرهت سنو وايت أشد الكراهية وقالت في نفسها يجب أن تموت سنو وايت هذه يجب أن تقتل ومن هذا اليوم الذي سمعت فيه الملكة جواب المرآة السحرية وهي لا تجد الراحة في الليل والنهار لغيرتها وكبريائها من سنو وايت وبعد أيام دعت الملكة الشريرة صيادا وقالت له اذهب بالأميرة إلى الغابة واقتلها هناك أطاع الصياد أمر الملكة وذهب بالأميرة إلى الغابة ثم أخرج خنجرا وسكينا من غمده وأراد أن يقتل الأميرة وقال لها أيها الأميرة الصغيرة لقد أمرتني الملكة أن أقتلك وأحمل إليك قلبك وكبدك فزعت الأميرة السنو وايت الصغيرة وصرقت وبكت لا تقتلني أيها الصياد العزيز اتركني في هذه الغابة سأعيش هنا ولن أرجع إلى البيت أبدا وكان جمال سنو وايت قد أسر قلب الصياد فأشفق عليها وقال حسنا لن أقتلك يا طفلة الصغيرة ثم قال في نفسه سأتركك في الغابة لكن الحيوانات المفترسة لن تتركك حيا وفي هذه اللحظة قفز بجوارهما غزال صغير فهجم عليه الصياد وقتله وأخذ قلبه وكبده وأخذهما إلى القصر وقدمها إلى الملكة على أنها قلب الأميرة وكبدها فرحت الملكة شريرة فراحا عظيمة ظنت أنها قتلت سنو وايت وأن أحدا لن ينافسها اليوم في الجمال وشكرت الصياد وأعطته مكافأتها أما سنو وايت فصارت تركض في الغابة على غير هدى وكانت الحيوانات المفترسة تمر بها لكنها لا تؤذيها وتطير أمامها الطيور وتحنيها وتحييها بغنائها الجميل وترشدها إلى الطريق قائلة لقد أتت سنو وايت إلى هنا تجري تعالي إلى هذا الطريق اذهبي إلى الكوخ الأقزام السبعة ستجدين هناك منهم كل عناية وشفقة عيشي بكوخهم حتى يعود إليك الفرح والسعادة وسارت سنو وايت وراء الطيور حتى وصلت إلى كوخ الأقزام السبعة قبل غروب الشمس وطرقت الباب فلم يجبها أحد أخذت تطرق الباب طرقا عنيفا دون أن تسمع ردا من أحد فدفعت الباب ووجدته وفتوحا ودخلت وجدت في داخل البيت مائلة الطعام عليها سبعة أكواب وسبعة أطباق وسبعة سكاكين وسبعة أشواك ووجدت طعاما كثيرا وشرابا فكانت جائحة شديدة الجوع أخذت تأكل قليلا من كل طبق وتشرب من كل كأس قليلا حتى شبعت وبعد أن شبعت تلفت تلفتت حولها فرأت سبعة أسرة صغيرة فارتمت على أحدها لشدة تأكلها World لشدة تعبها ومعباً فرأت في نوم عميق كان هذا الكوخ ملك لأقزام سبعة وهم رجال صغار الجسم قصار القامة اعتادوا الذهاب نهاراً إلى الغابة للعمل وكسب معيشتهم والرجوع مساء إلى الكوخ للعشاء والنوم ولما رجع الأقزام السبعة إلى كوخهم وفي المساء أضاء الشعموع رأوا نظام الكوخ متغير عما تركوا عليه في الصباح فصاحوا جميعا لا شك أن غريبا جاء إلى هنا ونحن في الغابة إننا لم نترك المنزل في هذه الحال ولما جلسوا على مائلة الطعام صاح أحدهم قائلا من جلس على كرسيه؟ وقال الثاني من أكل من خبزي؟ وقال الثالث من أكل من طبقي؟ وقال الرابع ومن شرب من كوبي؟ وقال الخامس من أكل من فاكهتي؟ وقال السادس من قطع بسكيني؟ وقال السابع من أكل بشوكتي؟ وهكذا صاروا يتناقشون ويتساءلون حتى انتهوا من تناول عشائهم عندما قاموا ليناموا وجد القزم الأكبر فتاة صغيرة نائمة في سريره نوما عميقة فصاحب إخوانه انظروا من هذه الفتاة النائمة على سريري؟ تجمع الأقزام السبعة حول السرير ليروا الفتاة النائمة وأخذوا ينظرون إليها وهي لا تحس بهم ثم قال أكبرهم أوه يا الله ما أجملها؟ وقال البقية ما رأيت في حياتي أجمل من هذه الفتاة لا ترفعوا صوتكم لكي لا توقظوها من نومها إنها بيضاء مثل الثلج شفتيها حمراء كالدم إن شعرها أسود ما شاء الله ولما طلعت الشمس استيقظت الأميرة وفتحت عينيها على الأقزام السبعة وهم يحيطون بها ففزعت وأخذت تسألهم وهي خائفة أين أنا؟ تسمى الأقزام في وجهها وقال لها صباح الخير رأيتها الطفلة الجميلة لا تخافي اطمأنت الأميرة وزال خوفها وقالت من أنتم؟ فقال أكبرهم نحن جميعا أصدقاؤك سنعمل على راحتك ولن يمسك دار ما دمت بيننا من أنت؟ ولماذا أتيت إلى هنا؟ وكيف جئت؟ فأجابته الأميرة سنو وايد وقد قد ماتت أمي الملكة فتزوج أبي زوجة أخرى وجعلها ملكة فعاملتني معاملة قاسية وأرادت التخلص مني تألموا جميعا لها وقال القزم من الأقزام هاه إننا مسرورنا برؤيتك ولن يمسكي أحد بأذى ما دمت بيننا وسنشتهد في أن تكوني راضية فلا تخافي ولا تحزني وطلبوا منها أن تغسر الملابس وتسوي السرير وتنظف الكوخ فأجابت الأميرة كلا منهم بقولها نعم فسر الأقزام كثيرا وفرح بها لأنها نشيطة وذكية لا تحب الكسل وتطبخ الطعام وتغسل الملابس وترتب الأسرة قال القزم الأول وهو أكبرهم سنة أرجو أن تمكثي هنا أيتها العزيزة وتجعل هذا المنزل منزلك الجديد وتأكدي أنه لن يمسكي أحد هنا بضرر وأرجو أن لا تسمحي لأحد بالدخول مطلقا في مدة وجودنا في الغابة وقال الثاني قد تعرف الملكة الشريرة أنك لا تزالين تتمتعين بالحياة في هذا المنزل فترسل من يضرك فلا تسمحي لأي إنسان بدخول المنزل ونحن غائبون قالت سنو وايت أشكر لكم إحساك إحساسكم النبيل وعطفكم الكثير وسأعمل بنصيحتكم الغالية ولن أسمح لأحد بدخول المنزل وأنتم في الغابة وأعمل وأنتظركم ثم خرج الأقزام السبعة في الصباح إلى الغابة وصاروا يغنون في طريقهم وهم سائرون ويقولون إلى الغابة نذهب نحن الأقزام السبعة ونشتغل طوال النهار ثم نرجع ثانيا إلى المنزل سنرجع عند الغروب سنرجع إلى أختنا الجديدة الأميرة الصغيرة سنو وايت أما الملكة فاعتقدت أن الأميرة قد قتلت وأن القلب والكبل لها فشعرت بالسعادة لأنها أجمل سيدة في هذه الدنيا وذهبت إلى مرآتها السحرية وسألتها مرآت السحرية من أجمل سيدة في العالم؟ أجابت المرآة سيدة الملكة إنك الأجمل في هذه المكان ولكن الأميرة سنو وايت التي تعيش بين الجبال مع الأقزام السبعة أجمل منك غضبت الملكة غضبا شديدا لأنها تعلم أن المرأة لا تكذب ولا تقول إلا الصدق وعرفت أن الصيادة قد غشها وخدعها وأن الأميرة الحسنة لا تزال حية فأخذت تفكر في حيلة أخرى تتخلص بها منها وشرعت تدبر مكيدة جديدة تقضي بها على سنو وايت وفجأة أشرق وجه الملكة وظهر عليها الفرح لأنها عثرت على الحيلة الجديدة التي تقتل بها سنو وايت أخيرا غيرت شكلها ودهنت وجهها بالأصباغ ولبست ملابس تاجرة عجوز ولبست زينة قديمة وحملت سلة صارت تسير وتنتقل من بلدة إلى بلدة تتظاهر بأنها تاجرة عجوز واستمرت تبحث عن الأميرة المسكينة في الغابة حتى وصلت إلى منزل الأقزام السبعة ورأت الأميرة تطل من النافذة قالت العجوز للأميرة صباح الخير أيتها الأميرة العزيزة إن عندي أشياء جميلة هل تحبين أن تشتري منها؟ أجابت الأميرة صباح الخير أيتها العجوز الطيبة ما أجمل الأشياء التي تبعينها في هذه السلة؟ أجابت العجوز وهي الأميرة الشريرة إن أجمل شيء عندي هذا الشريط الجميل وهو يظهرك جميلا وإني أحب أن تبيعه فقالت الأميرة ليست عندي نقود أشتري بها فلا أستطيع شراءه فقالت لها العجوز آه إذا كنت فقير فأخذيه من غير ثمن افتحي الباب لأضع هذا الشريط الجميل على ظهر ردائك نسيت الأميرة الحسنى نصيحة الأقزام لها بأن لا تسمح لغريب بالدخول وفتحت الباب فدخلت العجوز وهي الأميرة الشريرة أخرجت الشريط لفته على وسط الأميرة وشدته شدا عنيفة حتى أحست الأميرة بصعوبة في التنفس واستمرت تشد الشريط حتى سقطت الأميرة المسكينة على الأرض ضحكت الملكة الشريرة حينما رأت الأميرة على الأرض ثم أخرجت مسرعة حتى لا يراها أحد استمرت سنو وايد ملقاة على الأرض وكانت تفارق الحياة عندما غربت الشمس رجع الأقزام من الغابة وهم يغنون دخلوا المنزل وجدوه مظلمة صاروا ينادون سنو وايد سنو وايد أين أنت فلم تجب ولم يسمع لها صوت فدفعوا الباب وقال كبيرهم هاتوا الشموع أحضروا الشموع نيرة الغرف فوجدوا سنو وايد مرمية على الأرض لا تتحرك ورأوا شفتاها بيضاء فظنوها ميتة قال أحدهم أوه إنها لا تستطيع التنفس بسبب هذا الشريط هاتوا سكينا أحضروا السكين قطعوا الشريط فبدأت سنو وايد تتنفس وفتحت عينيها واستغربت ورجعت إلى حالتها الأولى طلب منها الأقزام أن تخبرهم بما حدث فأخبرتهم وحكت لهم حكاية العجوز الشريرة التي جاءت لتقتل الأميرة قال القزم الأكبر لقد نصحت لك أن لا تفتح الباب للغرباء ما دمنا غائدين قالت الأميرة أوه إني نسيت نصيحتك ما كنت أظن أنها الملكة قال كبيرهم إني متأكد أن هذه العجوز هي الملكة وأنها ستأتي مرة أخرى تذكري هذه النصيحة وفي قصر الملك وقفت العجوز الأميرة الشريرة مرة أخرى أمام المرآة وقالت لها نفس السؤال مرآة الصغيرة من أجمل سيدة في هذا العالم أجابت المرآة سيدة الملكة أنت أجمل من هنا ولكن سنوهايت التي تعيش في الجبال مع الأقزام السبعة أجمل فتاة في العالم ردت الملكة بغضب من جديد ما هذا الكلام ألا تزال حي لقد خنقتها بيدي كيف تكون حية لابد من البحث عنها سأذهب إليها ثانية وأقتلها مرة أخرى وكانت في حديقة القصر شجر من أشجار التفاح قطعت الملكة تفاحا وأخذت سكينا وقطعت تفاحة منه وجاءت بمادة سامة تقتل من يتناولها وضعت المادة السامة على نصف تفاحة ولم تضع على النصف الآخر ثم وضعت علامة لتعرف التفاحة المسمومة وخرجت من جديد إلى بيت الأقزام السبعة وصارت تنادي من النافذة المفتوحة سنو وايد هذا الصباح الخير أيتها السيدة الجميلة إن معي تفاحا شهيا هل تحبين شراء التفاح مني؟ قالت الأميرة سنو وايد لا يا سيدتي شكرا لك قالت الملكة آه إنه تفاح لذيذ لا مثيل له قالت الأميرة قد يكون تفاحا جميلة ولكن ليس عندي نقود قالت الشريرة الملكة إنك فتاة لطيفة لهذا أعطيك نصف تفاحة بغير ثمن وقد قطعت التفاحة نصفين خذ النصف الأحمر وأنا أخذ النصف الآخر شكرت الأميرة وأخذت النصف التفاحة أعطتها الأميرة النصف المسموم لتقتلها قضمت منه سنو وايد قضمة صغيرة فوقعت على الأرض وأغمي عليها ولم تشعر بشيء من حولها وعندما رجع الأقزام السبعة وجدوا الأميرة سنو وايد ملقاتا على الأرض كأنها ميتة حاولوا أن يقضوها يحركوها لكنها لم تتحرك قال القزم الأكبر آه إني متأكد أن الملكة الشريرة هي التي قتلتها سينتقم الله منها آه إني أكرهها كل الكر وأعتقد أن الله لن يتركها وقال الثاني مسكينة أن يتوح الأميرة يجب أن ندفنها في الأرض المظلمة وقال الثالث لا لا إن مثلها لا تضع في الأرض يجب أن نصنع لها صندوقا زجاجيا ونضعها في الصندوق الزجاجي وهكذا وضع الأقزام السبعة إلى الأميرة الجميلة سنو وايد في صندوق زجاجي فوقه حشيش أخضر وعندما وصلت الملكة الشريرة إلى القصر غيرت إلى ملابسها الملكية وظهر عليها الفرح والسرور كلمت المرأة وسألتها مرأة الصغيرة من أجمل سيدة في البلاد أجابت المرأة سيدة الملكة أنت أجمل سيدة في البلاد جميعهم أحست الملكة بالفخر والفرح عندما سمعت المرأة لقد ظنت أنها تخلصت أخيرا من سنو وايد وأنها هي الأجمل في البلاد بقيت سنو وايد في ذلك الصندوق الزجاجي سنوات طويلة واستمر الأقزام في حراستها ساعة بعد ساعة وبعد سنوات عدة ظهر الكبر السن على الملكة وعلى الأقزام لكن الأميرة سنو وايد لم يتغير شكلها وفجأة وفي يوم من الأيام مر أحد الأمراء في تلك الغابات ومر بالقرب من بيت الأقزام السبعة ولما وجد الصندوق الزجاجي أمام بيتهم استغرب اقترب هذا الأمير ووجد أن داخل الصندوق أميرة جميلة نائمة في الصندوق فسأل الأقزام عنها وعن سبب وجودها داخل الصندوق الزجاجي أخبروه الأقزام السبعة بحكاية سنو وايد وأنهم هم الذين وضعوها في ذلك الصندوق استأذر الأمير أن يسمح له بأخذ الصندوق الزجاجي وأن يضعه في بهو كبير بقصر أبيه ولم يسمح له في أول الأمر لكنه قال لهم إن ما حدث لها أمر محزن جدا وأشعر بأني سأموت إذا لم تسمح لي بنقلها إلى القصر عندها قال لهم القزم الكبير إن أنا نقدر شعورك النبيل يمكنك يا سيدي أن تنقلها فرح الأمير وأخذها وأخذ الصندوق إلى القصر وفي أثناء رفعهم للصندوق سقطت تفاح المسموم الذي كان في فم سنو وايت من فمها وصار الدم يجري من جديد في جسمها وبدأت تتنفس من جديد فتحت سنو وايت عينها ورجعت إلى حالتها الطبيعية وزال تأثير السم فرح الأقزام والأمير فرحا عظيما وقالوا وفرحتا إن الأمير لا تزال حيا وبسرعة فتحوا الصندوق وجلست سنو وايت وأخذت تسأله ماذا حدث لي؟ هل كنت نائمة؟ لماذا أنا في هذا الصندوق الزجاجي؟ أجابها الكبير كبير الأقزام آه أيتها الأميرة العزيزة لقد نمت هنا خمس سنوات لقد ظهر علينا الكبر أما أنت فلا تزالين شاب جميلة إننا نحمد الله كل الحمد ونشكر له كل الشكر على أن أنعم عليك بالحياة وقال الأمير لها آه أيتها الأميرة العزيزة سنو وايت لقد سمعت قصتك وتألمت كثيرا لكل ما حدث لك وقد وضع الله في قلبي الحب لك منذ أن سمعت بقصتك تعالي معي إلى بلاد أبيك وهناك سأستأذن من أبي أن تزوجك وتكونين ملكة معي في المستقبل قالت الأميرة آه إني أحمد الله وأشكر له تلك النعم التي أنعم بها علي وأعتقد أني سأكون مخلصة لك طول الحياة وأسأل الله أن يوفقنا ويسعدنا ويبعد عنا كل الألم استقبل الملك أبو الأمير الأميرة سنو وايت وابنه بكل فرح وسرور خصوصا بعدما سمع قصة الأميرة سنو وايت وأخبرته بكل ما حدث عليها فتألم لحالها وأعجب بها وقبل أن يكون الزواج أرسل الملك الدعوة إلى الكثير من الملوك والأمراء والنبلاء والوزراء وكبار رجال الدولة لحضور زفاف الأمير والأميرة سنو وايت وأرسلت الدعوة أيضا إلى الملكة الشريرة وهي لا تعلم أنه زواج الأميرة الجميلة والأنها لا تزال تتمتع بالحياة وقبل أن تسافر الملكة الشريرة إجابة للدعوة سألت المرأة ها 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 أيتها المرأة العجيبة من أجمل سيدة في البلاد أجابتها المرأة من غير تردد سيدة الملكة إنك الأجمل في البلاد ولكن ناشنو وايت أجمل سيدة في البلاد كلها سمعت الملكة هذه الإجابة اغتاضت غضبا شديدا وأخذت المرأة ورمتها على الأرض حتى تكسرت وتناثرت أجزاؤها وصار قلبها يغلي من الغضب وقعت الأميرة شريرة على الأرض ومن غضبها ماتت غير مأسوف عليها ولم يحزن أحد لموتها لأنها كانت تحاول مرارا أن تقتل الأميرة المسكينة وقد احتفل بزواج الأمير والأميرة احتفال عظيم وعدد كثير يليق بهما وسر الجميع بفراحهما ودعي الكل لهما بالسعادة والتوفيق وعاش الزوجان سعيدين موفقين تحرسهما عناية الله سبحانه وتعالى وشاركهما الأقزام السبعة فرحتهما وسرورهما وشكرت لهم الأميرة عطفهم وشفقتهم وشكرت لهم وشكرت لهم